أهلا وسهلا بحضراتكم ما زلنا في شريف رد على أسئلة حضراتكم اللي بنتشرف باستقبلها على صفحتنا الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة ومعنا السؤال بيسألوا نسأل عن الميراث هل يجوز للمحامي أنه يفرض على الورطة أنه ياخد نسبة من الورث يعني لما يتفقوا على كده ليس أتعاب يعني أنه ياخد نسبة من الورث ليس أتعاب ولكن نسبة هل هي حرام أم حلال وشكرا على البرنامج الرائع ونحن من متابعينك ألف شكر وربنا إن شاء الله يتقبل منا ومنكم الأصل في أعمال المحامة إنها من الوكالة الوكالة عن الغير بأجر يبقى هي الأصل في المحامة إنها من أعمال الوكالة عن الغير بأجر ولابد أن يكون الأجر ده معلوم ومتفق عند الاتفاق وبيبذل طبعا المحامي اللي احنا موكلينه ده ما في وسع في عمله والإتيان للناس بالحقوق بتاعتهم طبعا بالوسائل المتاحة المشروع بالنسبة لحكاية النسبة لا مانع من جعل أتعاب المحامة بنسبة في المسألة التي يعمل يعني فيها كما في الصورة المسؤولة عنها اللي حضرتك أو اللي حضراتكم بتسألوا عنها ولابد من عمل عقد يفيد هذا المعنى عشان ما تختلفوش وفي الحالة دي يكون العقد شريعة المتعاقدين ويجب على الجميع ساعتها الوفاء بالعقد اللي تم الاتفاق عليه كما علمنا الله سبحانه وتعالى وأمرنا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقد لكن ننبه إلى أمر مهم جدا وهو ضرورة موافقة جميع الورثة على هذا الأمر عشان يكون الأمر ده جائس شرعا إن المحامي عاوز ياخد نسبة وإحنا هنتفق النسبة دي مثلا 5% 6% 7% 10% اللي انتوا هتتفقوا عليه ولازم كل الأطراف تكون موافقة ونعقد أو نبرمه عقدا يكون فيه أو تكون تثبت فيه هذه النسبة عشان ما يكونش فيه اختلاف عند استلام الحق اللي المفترض أنتم موكلين المحامي لاسترداده والله تعالى أعلى وأعلم اشتركوا في القناة